كشف استطلاع للرأي هو الأول من نوعه حول الحالة الأمنية الصعبة التي تعاني منها مساجد المسلمين في المملكة المتحدة تعرض عدداً كبيراً منها وتتحدث عن تعرض عدد من المساجد لهجمات بدوافع الكراهية والعنصرية أظهر الاستطلاع الذي أشرفت عليه مؤسسات بريطانية وهما إحصاء المسلمين ومند ارتفاعاً غير مسبوق في عدد الهجمات على المساجد سواء تعلق الأمر بهجمات جسدية أو بجرائم كراهية وكان الهجوم الإرهابي على مسجد كرايتس تشيرش في نيوزلاندا عام 2019 بمثابة نقطة تحول في عدد الاعتداءات على المسلمين حيث أظهر الاستطلاع أنه منذ تلك السنة بدأت الهجمات في التزايد بشكل ملحوظ أظهر الاستطلاع أن حوالي 42% من المساجد التي شملتها الدراسة قد تعرضت لهجوم بدافع ديني خلال السنوات الثلاث الماضية وتعتبر الهجمات بدافع التغريب هي الأكثر شيوعاً وتنقل الدراسة عن أحد القائمين على مسجد في لندن تعرضهم للقذف بحجارة ضخمة من طرف شخص تبين فيما بعد أنه استهدف مساجد أخرى في العاصمة البريطانية لندن أما عن الأشكال الأخرى لعمليات التغريب فيكسر زجاج النوافذ والاعتداء على سيارات القائمين على المساجد كتابة شعارات وكلمات عنصرية على جدران المساجد